تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع ثلاثة آلاف ومائتي وحدة سكنية كثفت وزارة الإسكان جهودها في التدقيق بإعداد قوائم المستحقين من ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار وأكدت الآن الاستعدادات النهائية امتدت خلال الفترة الأخيرة لساعات ما بعد الدوام الرسمي وعطلة نهاية الأسبوع على أن تتخلل هذه الجهود أيام عيد الأضحى المبارك ورفعت وزارة الإسكان أسماء آيات الشكر والعرفان إلى عاهل البلاد المفدة على ما يليه جلالته وحفظه الله ورعى من اهتمام شخصي بمتابعة الملف الإسكاني وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حرصه المتواصل في تعزيز دور الحكومة في الاهتمام باحتياجات المواطنين وعطاء الخدمات الإسكانية أولوية خاصة وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد على دعمه المستمر وما يليه من اهتمام كبير لراحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية بصدور التوجيهات الملكية بالإسراء في توزيع الوحدات السكنية للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار وأضافت الوزارة أن زيارة سمو ولي العهد الأخيرة لوزارة الإسكان بعد أن انتهت بنجاح من توزيع الدفع الأولى التي أمر بها سمو وأن توجيه سمو بتوزيع 3200 وحدة سكنية أخرى خلال المرحلة المقبلة يعكس مدى رغبة القيانة الرشيدة والحكومة في الإسراء بتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين المدرجة على قوائم الانتظار ولا سيما الطلبات القديمة منها وبينت وزارة الإسكان أن عملية التوزيع ستشهد تسليم شهادات استحقاق عدد من المشاريع الإسكانية وتخصيص أخرى عن طريق عملية السحب الألكتروني مضحة أن المستحقين سيكونون من ذوي الطلبات الإسكانية القديمة على مستوى محافظات المملكة الأربع وأن إدارة الخدمات الإسكانية ستقوم بالتواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من كل مشروع على حدى للحضور إلى مبنى الوزارة وإنها إجراءات السحب الألكتروني وتسليم شهادات الاستحقاق وذلك بحسب طبيعة كل مشروع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة